بسم الله الرحمن الرحيم المضاعف المشترك الاصغر ميم ميم الف. اوجد المضاعف المشترك الاصغر اللي هو اختصاره ميم ميم الف للعددين تلاتة واربعة. طيب زي ما اخدنا في العام المشترك الاجبر هنجيب هنا المضاعفات بتاعة العدد تلاتة وبعد كيه نجيب مضاعفات العدد اربعة ونشوف ايه المشترك ما بينهم. طبعا الطريقة زي احنا ما بنحلش بها احنا بس عشان نفهم يعني ايه مضاعفات يعني اما يطلب مني مضاعف مشترك ازغر. طيب يبقى مضاعفات العدد تلاتة يعني كي نيبا اكتب جدول ضرب تلاتة. تلاتة في واحد بتلاتة في اتنين بستة في تلاتة بتسعة في اربعة بتناشا بعكية عاما RICHARD generations تمنتاشر واحد وعشرين لحد التلاتين. مضاعفات العدد اربعة يعني بقى كي! يبقى كي نيبا اجيب ايه جدول لضرب اربعة اربعة في ا deux بتمانية في تلاتة بالاثناشر وهكزا لحادث در بعين. طبعا الفكرة كبيرة قوي بعد افتكر جداول الضرب يعني. وبعدين ده كده المضاعفات. المشتركة بشوف ايه الاعداد المشترك فوق وتحت. هلاقي الاتناشر عدد مشترك. تكرر فوق وتحت. الاربعة وعشرين عدد مشترك. ايه الاصغر فيهم الاتناشر. يبقى المضاعف المشترك الاصغر ما بين التلاتة والاربعة هو اتناشر. طيب. انا ما بحلش بالطريقة دي احنا بس عشان نفهم. جات منين فكرة مضاعف مشترك اصغر. يبقى المفهود انا بجيب المضاعفات. الاصغر فيهم هو ده المضاعف المشترك الاصغر. طيب احنا بنعمل ايه زي ما كنا بنعمل في العامل المشترك الاجبر بنحلل الاعداد الاولية. هاخد الاربعة. هعملها على اتنين تديني اتنين على اتنين فيها الواحد. الناحية الشمال لازم يكون فيها اعداد اولية. يبقى مفعش اقسم اربعة الاربعة. لا. الاربعة مش عدد اولي. يبقى اربعة الاتنين. نفس الكلام التلاتة. التلاتة على التلاتة فيها الواحد. بعد كده باجه اكتب الاربعة برعا عن ايه? اتنين في اتنين. العددين او العاملين اللي طلوا عندي هم اتنين في اتنين. طب والتلاتة. برعا عن تلاتة بس. مش تلاتة في حاجة يعني. طب تلاتة بتكتب فين الواحد دها? لان ما فيش تلاتة فوق. لو في تلاتة فوق بكتبها تحتها. انما بمي ان ما فيش حاجة فبكتبها لوحدة. دلوقتي بقى المضاف المشترك الاصغر. عبارة عن ايه? عبارة عن الحاجات المشتركة واللي مش مشتركة. هاخدهم عوامية كده بالشكل ده. يبقى عبارة عن اتنين في اتنين في تلاتة. العمود الاولاني والتاني 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 والتالت تلاتة. يعني اتنين في اتنين في تلاتة اللي هي باتناشر زي ما جبناها في المسال الاولان. ناخد مسألة تاني. ستة والتسعة. دي بقى الستة هقسمها على الاتنين تديني تلاتة. تلاتة على التلاتة تديني واحد. نلاحظين ان الناحية الشمال اتنين وتلاتة دول اعداد اولية. نفس الكلام هنعمله للتسعة. نقسم تسعة على التلاتة فيها التلاتة. وتلاتة على التلاتة فيها الواحد. نلاحظ ин التلاتة والتلاتة لعلى الشمال اعداد اولي ما ينفعش قسم تسعة لا تسعة مسلا. تسعة مش عدد اولي. طي. هاجه ااخد الستة بقى. اشوف العوامل اللي طلعت عندي للستة اي اتنين في تلاتة. طب التسعة تلاتة في تلاتة. اكتب اول تلاتة فين? تحت التلاتة. اللي شاوها بعضه بكتبه تحت بعض. طب والتلاتة التانية ما ينفعش اكتبها تحت الاتنين. هكتبها فين? لوحدها بقى في الشمال كده في الاخر. هنا بقى قرير العامل المشترك الاكبر. في العامل المشترك الاكبر كنت باخد الحاجات المشتركة بس. كنت هاخد التلاتة بس. الحاجات اللي كتبت تحت بعض مشتركة. انما في المضاعف المشترك الاصغر باخد المشترك واللي مش مشترك. يبقى اخدهم كده عواميد الاتنين. العمود الاولين فيه اتنين. العمود التاني فيه تلاتة. العمود التالت فيه تلاتة. يبقى اتنين في تلاتة في تلاتة. تديني هنا بقى ما بين تلات اعداد تلاتة واربعة وستة نفس الفكرة هعمل ايه بحلل الاعداد الاولية تلاتة على تلاتة فيها واحد اربعة محدش يقول الاربعة 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 مش عدد اولي يبقى لازم اعمل اربعة على الاتنين فيها الاتنين ارجع اعمل اتنين على اتنين فيها الواحد نفس الكلام محدش يقول ستة على ستة فيها الواحد على طول وخلصنا لا يبقى ستة على اتنين فيها التلاتة وتلاتة على تلاتة فيها الواحد يبقى لناحية الشمال لازم اتأكد ان هي اعداد اولية اللي هم اتنين تلاتة خمسة سبعة احداشر وهكذا اول حاجة التلاتة عبارة عن ايه التلاتة ادي دي تكتبت ما فيهاش مشكلة الاربعة عبارة عن اتنين في اتنين اكتب الاتنين فيين ما يفعش اكتبها تحت التلاتة فاكتبها بعد التلاتة كده شمال التلاتة اتنين في اتنين طب الاتنين اللي بعد كده شمال برضي بعيدة عن التلاتة ماشي دي اللي اربعة طب الست عبارة عن ايه ست عبارة عن اتنين في اتنين طب اول اتنين اكتبها فين اكيد الاتنين تكتب تحت الاتنين اختار اي اتنين من الاتنين اللي فوق ده واكتبها طب اتنين في تلاتة يبقى اكتب تلاتة فين تحت التلاتة الاعداد اللي شبه بعض بكتبها تحت بعد. وارجع اخدهم بقى نظام عواميد كده. اول عمود في تلاتة. تاني عمود اتنين. تالت عمود اتنين. يبقى المضاعف المشترك الاصغر هو تلاتة في اتنين في اتنين. تلاتة في اتنين بستة في اتنين بتناشر. طب لو كنت باخد عامل مشترك اصغر اه عامل مشترك اكبر. كنت اختار المشترك بس. مضاعف مشترك. باختار المشترك واللي مش مشترك. طيب. تاني. هنا هجيب المضاعف المشترك الاصغر للعشرين والتلاتين. العشرين. عدش يقول لي عشرين على الاربع في الخمسة. ما ينفعش اقسمها على الاربع. على الاربع مش عدد اول. يبقى العشرين على الاتنين. فيها العشرة. عشرة على الاتنين. فيها الخمسة. خمسة على الخمسة. فيها الواحد. وسلت للواحد يبقى انا كده خلط. ادخل بقى فين في التلاتين. تلاتين على التلاتة. فيها العشرة. على الاتنين فيها الخمسة. على الخمسة فيها الواحد. اتأكد ان الناحية الشمال قبارة عن اعداد اولية وبس. ما ينفعش اقسم على الاربعة ولا على ستة ولا على عشرة ولا اي عدد غير اولي. طب هكتب هنقل بالعوامل بتاعة العشرين. همه اتنين في اتنين في خمسة. طب التلاتين. تلاتة في اتنين في خمسة. اول حاجة التلاتة. ما فيش تلاتة فوق. يبقى هكتبها الواحدة على جنب. في اتنين. تلاتة في اتنين في خمسة. يبقى كتابة التلاتة. هكتب الاتنين. هكتبها تحت الاتنين. اختار اي اتنين منهم واكتبهم. ما فيش مشكلة. مهمة تبقى الاتنين تحت الاتنين. في خمسة. هكتب الخمسة فين? تحت الخمسة. باكتب الحاجات المشتركة تحت بقى. طيب لو طلب مني عامل مشترك اكبر يبقى انا هاختار المشتركين بس. اللي هما ايه? الحاجات المشتركة اللي هما الاتنين والخمسة. العمودين دول بس. يبقى العامل المشترك الاكبر هو اتنين في خمسة. بكام بعشرة? وهو ده حلاشين والتلاثين دي بتقبل اسم على العشرة اكبر رقم بيقبل اسم عليها عشرة وده بيقبل اسم على العشرة يبقى العامل المشترك الاكبر هو العشرة. طيب طلب مني يبقى مضاعف. المضاعف يعني ايه? مشترك وغير مشترك. يبقى باخد بقى الاربعة وميدة على بعد. اتنين في اتنين في خمسة في تلاتة. اتنين في اتنين باربعة. بخمسة بعشرين في تلاتة بستين. يبقى لقى المضاعف المشترك الاصغر بيساوي ستين. بضرب كل الارقام سواء مشتركة او كرمشتركة.